السلام عليكم نباح على شكل طعنات قطرية جديدة موجهة مش بس للسعودية ولكن لعموم المسلمين بشكل عام وهي طبعا مش الطعنة الاولى ولا حتكون الاخيرة اللي توجهها قطر بشكل عام وواضح ومكشوف للعرب عموما وللسعودية خصوصا باستخدام مجموعة من الوجوه القذرة اللي قبلوا يتنازلوا عن ادميتهم وقبلوا انهم يتحولوا لدمة في ايد نظام الحمرين مجموعة من الجرابيع والحلاليف والبوم ظهروا مجددا في هجوم ومنهج ضد المملكة العربية السعودية وغابط بينهم كلهم هو عملتهم لحساب النظام القطر القذر وعبوديتهم لصنمهم اردران جرابيع ابن موزة ادواتهم متوزعة ما بين صحفيين صفرق واعلاميين فتنة ومشايخ عار ومنشئي محتوى قذر على السوشيال ميديا ما تستغربوش ما هو الهدف القذر من الحملة الاخذر دي هو سحب الولاية السعودية على الحرامين الشريفين وتدويل ادارة المشاعر المقدسة ومين بقى للجرابيع دول بقى لهم سنين بيلمعوه علشان يوم زي ده ايوة بالضبط ما انت فاهمه ومصح صح كمان يا سين هو بالضبط اردران خليفتهم المزعون اللي مرتبه من فنوس الدعارة لو ناسين تخيل معايا كده واحد دجال من رب اللي حيته لازق في نفسه لقب مفتي وبيدعو لشق المسلمين في مسلم الحج انت متخيل ان الحلوف ده كان في يوم من الايام مفتي ليبيا وبالمناسبة ده مش اول استهداف للسعودية منه باوامر قطرية فتوين نتناء اللي زيه واللي زي اللي بيسمعوه كتير منها فتوى عدم الزهاب للحج عشان السعودية بتشتري بفلوس الحج سلاحة والفتوى دي كانت من حرقته على سيدو اردران لما السعوديين قطعوا السياحة في تركيا فحب انه يثقر لسيدو ولكنه عبيد كالعادة ما بيتأثرش بيه غير التفهين ففتوين ومتلقيها بلا وزن من الاساس بس لازم نعرف من الحلوف صادق الغيرياني ده الاول عشان نتأكد ان احنا مش بنظلمه ده صادق الغيرياني اللي افتر جواز قيام حلف الناتو بقصف الليبيين وتدمير بلدهم سنة 2011 والهدف هو قتل القزافي لان اسياد الغيرياني في قطر عارفوا ان القزافي ماسك عليهم تسجيلات وطبعا حضراتكم عارفين ليبيا حصل فيها ايه بعد ما الناتو عمل بفتوى الغيرياني ومعلبه يوسف القاردعو بصوا على حال الليبيين دلوقتي بعد ما كانت بلدهم قبلة لطالب العمل ورسق بقى الليبيين بيدوروا على ايه فرصة للهروب من ليبيا بسبب اللي حصل فيها من فتوى صادق الغيرياني الشهير بمفت الناتو فضيلة الشيخ رجال الذي قدمهم تلفزيون القذافي لليبيين على انهم رجال دين كانوا يستندون في كلامهم لليبيين على حجة استعانة الثوار بالكافر في اشارة للناتو فما موقف الشريعة من الاستعانة بالناتو ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه انه اذا اضطرت فئة من المسلمين الى قتال الفئة الباغ اضطرت الى الاستعانة بالعدو فانه يجوز ذلك ان ضد ضرورة صادق الغيرياني والمعروف انه رخيص وابيط من الدرجة الاولى وبيشتغل لحساب ابن موزة في قطر وبيفتي بحسب توجيهات قطر وما بينطأش بكلمة لبتوجيهات قطرية لدرجة انه في عز ظهوره على الهواء لازم تكون سماعة البلوتوس في ادنه فلربما اراد اسياده تعديل الفتوى في اي لحظة والكلام ده مش سر كل الناس عارف كده واول ناس عارفاه وعارف رخصه وقزارته ودوره في تدمير ليبيا هم اللي بيقين نفسهم فبعدما قفت بدخول الناتو الليبيا وتدميرها وبعدما قفت بحرمة الحج طول ما الحرامين تحت الرعاية السعودية بيرجع تاني نفس الحلوف كاذب الخرياني علشان يفتي بانه لا تجوز الصلاة خلف خطيب عارفاه انتو واخدين بالكم انا بقول ايه الاخوانجي الكلب كاذب الخرياني بيقول لا تجوز الصلاة خلف خطيب عارفاه طيب احنا عارفين ان الحج هو تأليف لقلوب المسلمين وتجمعهم مش كده ولا انا غلطان لكن اللطخ بيقوم وبتوجيهات قطرية يحاول يشق صف المسلمين في موسم الحج في الموسم المبارك ما هو عدم الصلاة خلف خطيب عارفاه معناه فتنة وشق صف المسلمين اللي هم المفروض متوحدين في المناسك في بيوت الله يعني الغرياني وبأوامر قطرية بعد ما دمر ليبيا بفتوى بتاعت الناتو وبعد ما قفتها بحجمة الحج عايز يدمر وحدة صف المسلمين ويفرقهم كمان الا تبا لهذه اللحة القذرة والله بس هو فالح يا ايد سيده اردوان في الاستلاء على طروات ليبيا وقال ان الاطراك احقب ليبيا وتلاقي دايما بيشكر قطر وبيثني عليها وبيعتبر ان اللي ما بيشكرهاش كلب اني احيي الدول الصديقة التي وقفت معنا في محنتنا وعلى رأسها دولة قطر الشقيقة يعني اميرا وحكومة وشعبا دولة قطر جزا الله خير فقد وفت وكفت نسأل الله تباكه تعالى ان يكافيها عما قدمت لنا ويجزيها خير الجزاء قطر لابد ان نذكر انها فضها على التورى عظيم قطر لابد ان نذكر انها فضها على التورى عظيم قطر لابد ان نذكر انها فضها على التورى عظيم قامت بدور يعني دور لابد ان نشكره ومن لا يشكر يكون اقل من الكلم ومن لا يشكر يكون اقل من الكلم ومن لا يشكر يكون اقل من الكلم دويلة قطر ليها تصور مختلف جدا عن الحج المفروضه زي ما تعلمنا من وحنا صغيرين انه في الحج بتتآلف قلوب المسلمين المسلمين اللي بيقدوا مناسك الحج والمسلمين كمال اللي في بيوتهم لان المفروض وزي ما صحيح دينا علمنا انه موسم بيتوحد فيه المسلمين وبيتوجهوا لله سبحانه وتعالى وبيفردوا العبودية له وحده سبحانه وتعالى من دون اي شيء من لوازم الدنيا ده موسم الحج اللي احنا بنعرفه انما دويلة قطر الشقيقة العريقة في شق صف المسلمين وعن طريق ادواتها ومرتزقتها زي الغريان ده قررت توجه طعنات مكشوفة للمسلمين قبل ما توجهها للسعودية فاستعملت ادواتها القذرة لذلك وعبدالله الشريف اللي كلنا عارفين انه كان في ديافة قطق وانها لسه بتصرف عليه شوفوا بيقول ايه عن السعودية تخيلوا ان واحد قذر زي ده كان في يوم من الايام بيخطب في الناس وكان بيأم المسلمين وكان بيديهم دروس وكان بيعلمهم امور دينهم في الوقت اللي هو اصلا شخص فاسد خمورج حشاش بتاع نسوان واحد زي ده بيستشرف على شيخ لو قاعد يتعلم عمره على عمره عمره محيوصل لرباط حزاؤه وعلى نفس المنهج تلاقي الايراني المتجنس بالجنسية القطرية جابها لك من الاخر وكفر بشكل واضح الشيخي ليسه واعتبره زي بابا الفاتيكان والخزرك ده بيحمل الجنسية القطرية وقاعد في قطر بيتقال انه في دولة اوروبية ولكنه في الاصل مع الجنسية القطرية هو مش من اهل السنة بالمناسبة ولكنه بيخف الامر ده علشان يطعن المسلمين ويفتن بينهم وعاقته بنظام الحمرين واضحة جدا وهو بيشارك في فتنة الحاج وده طبيعي باعتباره طائفي معروفة اصوله الايرانية ولكن العاب مش عليه بقدر ملعب والعرع على قطر اللي بيتموله وبتحتويه اما محمد الصغير وما يسمى رابطة علماء المسلمين او الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كل دول انشائتهم وبتمولهم قطر لشق صف المسلمين وممارسة دورها الوظيفة ضد السعودية تحقيقا لمشروع الشرق الاوسط الجديد وحط عليهم حاتم الحويني ابن ابي اسحاق الحويني مرتزق قطر واللي عايشين في قطر هو ابوه اهو فضل بيقولي ما تصلوش وراء الدكتور محمد الايس وعنزت قطر توكل كرمان جابتها من الاخر وعلى بلاطة وقالت لك الى مسجد ايا صوفيا لبيك اللهم لبيك وهو ده الهدف ان الحج يكون في تركيا مش في السعودية او على الاقل لنقل ادارة الحرمين الشريفين من السعودية التركية والنقطة دي كلنا على حلقات وللصحي كلنا على حلقات تانية ان شاء الله بس لنفهمه وبحسب ما ذكرت لكم النهاردة ودائما بذكر لكم ان المشروع مستمر ومشروع الشرق الاوسط ده مبني على تأسيمات وصراعات دينية يريد الغرب والصهينة اشعلها في منطقتنا المنطقة العربية المملكة العربية السعودية مستهدفة سياسيا ودينيا واللي بتعمله قطر عن طريق ادواتها القادرة فزي ما شفنا مع بعض كل اللي هجموا الحج ودكتور محمد العيسى بيربطهم العمالة القطر والتبعية الارضران وكفاية لسعى لحد كده واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته